أنا أرمالي عندي 71 سنة يجوز وضع أرقام أبناء خالتي وأبناء عمي للاطمئنان والسباك والقهرباء والنجار الاحتياجي وضعهم على التليفون عشان لو احتكت إليهم ما فيش إشكالية واللي يجي لك ما يكونش في خلوة وخلاص فلا حرش في مش لهذا أخذ الفوائد الربوية أقوله بالله توفيق الفوائد الربوية لا يجوز الإنسان أن ينتفع بها وإذا كان إنسان في احتياج لوضع الأموال في مصارف فلينظر إلى مصارف إسلامية وإن كان فيها خلاف لكن الرجح معي فيها على خلاف معتبر بين أهل العلم المعاصرين إنه له الظاهر واستحب أن يتخلص من 30% من الفوائد إذا كان يحتاج إليها وإذا كان لا يحتاج واختر عدم أخذ الفوائد بالكلية فهذا هو الأطقاء لكن لو أخذ وتخلص من بعض الفوائد نسبة الأخطاء اللي يمكن تقع فيها في البنوك الإسلامية جاز له ذلك وإن تورع فهو أفضل ما الله تعالى أعلم أنا زوجها من 20 عام وانفصلت وخدت بنتي وهي ثالث سنوي ومن كتر المشاكل تعبت البنت وأبوها رفض يصرف على علاج بنتي وبعتوله أكتر من مرة مع طرف يريد الإصلاح ولكنه رفض ويتمسك بمصاريف المأكل وأقل من مصاريف التعليم والمعيشة لدرجة أني تواصلت معه تلفنيا أنه يجيب العلاج أو يأخذ الرشطة يجيب العلاج لكنه رفض فاضطرد رفع قضية نفأ للبنت فلا عليك ذنب لا ليس عليك ذنب ليس عليك ذنب في مثل هذه الحالة لأن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملق قوته فلا يمتنع عن المطعم والمشرب ومن مصاريف الأساسية العلاج الآن مصاريف الأساسية العلاج الآن فهذا يجب عليه فعله فإذا لم يستجب بالمعروف فالقضاء يحكم بينكم وأسأل الله أن يسر الأمر وأن يؤلف بين قلوبكم